أشهد الجمهور المغربي بالتنظيم المصري لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2019 والإجراءات الميسرة المتبعة لحجز تذاكر مباريات فريقه بالقاهرة بالإضافة لما وجدوه من مؤازرة وحفاوة وحسن استقبال المزيد في سياق هذا التقرير على ملعب استاد السلام الرياضي بمحافظة القاهرة يتوافد جمهور المنتخب الوطني المغربي لمؤازرة فريقه في مباريات الدور الأول في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مصر 2019 نحو 6500 مشجع مغربي زحفوا للقاهرة واستحفاوة استقبال وضيافة مصرية أشعرتهم بوجودهم بوطنهم الثاني ضيافة المصريين طبعا لا تعلق عليها وطبعا لا نحن مبسوطين جدا في مصر إن شاء الله كأس أمم أفريقية مصرية أو مغربية نشكر الشعب المصري والقائمين على هذا التنظيم البطولة الإفريقية وكانت مننا ونشرفه تحنا بلادنا ونشرفه بمصر في وجودنا أنا في مصر الحمد لله كل شي مزيان تنشكره طولة العربية المصرية الحمد لله على السطفة ديالة لكان هذا والحمد لله كل شي مزيان كنا مرتاحين الحمد لله نحن بنشكركم لأنكم شعب كويس شعب طيب شعب بيطرح رحبتو بينا هناك أمن هناك أي حاجة بغناءة القوى تذكر القناة هم زع ما ما عندي ما نقول يعني كل شي داء على أحسن لما يرام أما عن الإجراءات التنظيمية للبطولة فقد أشاد بها جمهور أسود الأطلسي كتيسيرات دخول وخروج الاستاد والتأمين وإجراءات حكز التذاكر عن طريق تطبيق تذكرتي لحد الآن كان كل شي سهل وأتمنى حتى الباب يكون كل شي ناجح ونشكر الشعب المصري ونشكر المنظمين على هذه الدورة ونتمنى الفوز للمغرب ومصر الحمد لله مصر فيه تنظيم فيه استقبال هائل استقبال رائع فيه تنظيم فيه أمن تنظيم حاله واستقبال كله حاله ونس طيبين أبرافو عليكم أبرافو على الحفل هذا وهذا مضام هذا عشبنا بزاف متوفق الجميع وتعلق جماهير المغرب أمالا كبيرة على فريقها في الوصول للأدوار النهائية لسيما وأنه يملك عناصر قوية وسط توقعات بنهائي عربي خالص مع المنتخب المصري إن شاء الله المنتخب المغربي يروح بعيد إن شاء الله في البطولة وعنده لعابة كويسة وعنده مدربة كويس وإن شاء الله مع مصر إن شاء الله في النهاية إن شاء الله من سبيلي كنشوف أن المنتخب المغربي عنده يعني طاقم تقني ولعبين كبار يقدروا يساعدون إن شاء الله لدور تاني من الكن رغم إن المنافسين عندنا في المجموعة قوية كتير وبصراحة المجموعة صعبة ولكن إن شاء الله خير يا رب المغرب ستلعب الفينال وتمنى مع مصر إن شاء الله أتمنى من كل عرب إن شاء الله واحد وأربعون مباراة خاضها المنتخب الوطني المغربي في بطولات كأس أمم إفريقيا كافة من خلال سبع عشر مشاركة حصل خلالها على كأس البطولة مرة واحدة عام الف وتسعمائة وستة وسبعين وها هو في الفين وتسعة عشر بكل طموحاته وأحلامه بتحقيق نصر كبير يسعد جمهوره العريض والله لا أنتم شعب طيبون 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 والله والله ربنا يخليكم ربنا يخليكم ربنا يحفظ لكم بلدكم محمد هادين أكسرا نيوز